مرحبا لكي المتابعي الصوت لبنان بالصوت والصورة بلقاء جديد بيجمعنا سوا على الهواء ضمن انتربيو طبعاً عم تتبعونا على موجاتنا العام 100.300.5 وعبر vdl.me vdl24 والابليكيشن وسمارت فونز وكمان عبر صفاحاتنا على السوشل ميديا فوسوف لبنان 100.5 يعني وما كان فيكن تكونوا عم بترفقونا بانتربيو لليوم ضيفنا بطل رياضي بيرفع اسم لبنان بالعالي وبالمحافل الدولي وبحق انجازات وميدليات ذهبية عالمية اليوم رح نحكي عن نشاطه عن القصص اللي شارك فيها عن المشاركات المستقبلية اللي كمان رح يشارك فيها بصرني رحب البطل الرياضي اللبناني العالمي خضر علي وين اللي رح نحكي نحن وياه عن اهم انجازاته كمان بطل اولمبي كمان اهلا فيك خضر بطل لبناني عالمي نسمع هذا التيت بنقول كبير صغير قوي خفيف نيالنا ما نيالنا اه اكيد نيالنا بس كأنه عم يعني لحالك وبحالك كأنه هالانجازات عم تحققون نعم اول شي انا من عائلي رياضية نعم عميدة الاستاذ مليح على يوين الله طول بعمره نعم ومستمر فيها للعبة لما كنت اصغيق لما عمري 11 سنة يعني وانا باللعب رف الاسكال ومثل ما ذكرت انه انا بطل اولمبي شارك باثنين ألعاب أولمبية بالالف تسعمية وتمانة وتمانين وبالالفين سيول نعم وبالالفين سيدني هو اللي شاركت فين كاللعاب أولمبية يعني شرف المشارك بالالعاب الأولمبية لأي لعب عربي أو أجنب يعني هي المشارك المشارك يعني كان زاد مستوى لقدر اللعب بها ليه بالمية لتوصل للعاب الأولمبية يعني عندك باغراوند قوي عندك قوي عندك حضور وكمان متميز بهذه اللعبة شاركت بعديد منافسات دولية ببطولة العالم للمسترز وحصت المدارية الدهبية باستراليا ومونتريال بكندا وبسان دييغو أو بالولايات المتحدة الأمريكية ودهبية البحر المتوسط بيقتنا باليونان بالعام 2024 يمكنها مؤخرة بألبانيا بألبانيا من كم شهر خبرني عن هاو البطولات اللي هالأدي حصد عليهم ميداليات ونجاحات حبيب قلبي أول شي أنا بحب أول شي تشكركم على الاستقبال وهي تاني مرة لقيلة بكون بصوت لبنان أنا كان عمري 13 سنة قبل ما روح شارك بالأولمبيك جيمز استضافوني بس مش ذاكر المين أوف يعني كان عمري 13 سنة وكنت بصوت لبنان يعني كان إلي الشرف أنه كون وهلأ كتير أنا بتشكرك على الاستقبال الحلو شارك مثل ما خبرتك اثنين ألعاب أولمبية كنت تحت سنة 30 سنة ومشارك ألعاب أسيوية بطولات عرب دورات عربية دورات بحر المتوسط كنت صرت بالدومين فوق دومين الماسترز اللي هو يعني كل حدم فوق سن 35 سنة بصير بيشترك بطولات العالم للماسترز نعم كاس العالم للماسترز بطولات العالم للماسترز أو ألعاب الماسترز يعني مثل الأولمبيك جيمز بس للماسترز كل اللي عمرهم فوق 35 سنة فبلشت بهات دوم 2008 بلش شارك بهولي بالماسترز نعم وأول فترة محصدت على الدهبية جيبت برونز للبنان ثاني سنة فضية وثالث سنة كنت عم شارك وعم جيب الميدالية الدهبية بليموسول وأحرز اللقب الدولي يعني قد ما لو جيبت ثاني ثالث مثلا ما بتصير بطل عالم إلا لأكون أخذ الجولد ميداً 100% وكذا السنة وورا بعدين بحدود التسع ميداليات أو عشر ميدالي الألقاب بطولة عالم الحمد الله كنت أول فيها مين دعمك خدرة؟ مين دعمك؟ مين بيقف حدك؟ مين بدأ تمويل؟ بدأ أوقات تتفرغ لتمارس التمارين المطلوبة؟ صحيح عندك سفر عندك تكاليف عندك قطيلات عندك مين؟ أول شيء أنا موظف بشركة طيران الشرق الأوسط باسم المعلوماتية IT Helpdesk يعني الداعم الأساسي كان هي طيران الشرق الأوسط والاستاذ محمد الحوت نعم من فترة من زمن لما بلشت بدمان المصر الصراحة كان في دولة الرئيس سعد الحريري كان هو يدعمني واقف حد لا حتى أذهب إلى مصر لبنان وبعده جت بستفال كان في جمعية بيروت للتنمية برئيسة أحمد هشمي كان عم يهتم بالموضوع أما حاليا تلاتة سنين هون اللي مرؤوا ما كان في داعم أساسي غير طيران الشرق الأوسط الأستاذ محمد الحوت في بطولة عالم شاركت فيها كمان بأمريكا كان مطعم استفد هو عم يعمل سبونسور سوريا ما فزا عم بذكرهم فيه إشكال أو هيك هلأ حاليا الأستاذ رباح جابر هو اللي سبونسور لهذه البطولة بتشكره كي عندك بطولة مقبلة؟ بطولة عالم نعم بطولة عالم بعد 21 يوم بطولة عالم نعم كيف تتحدر لهذه البطولة؟ بس الصراحة مش أنا لوحدة رايح رايح أنا وخمس شباب كمان على البطولة أول شي نحن نتحدر على البطولة تحت إشراف الاتحاد اللبناني للعبة رفل أسكال اللي منتشكره بكيادة الحشحة سنين مقلد فكل يوم مثلا نتحدر هلأ فتنا بإطار الاستعداد خلاص ما في مجال يعني تمرين جدة؟ تمرين جدة؟ تمرين جدة وصراحة بس نكون عم نشدة حالنا بصير فيه إصابات في عنا شخص اسمه محمود أبو حيدر هو متابعنا مشان العلاجة الفيزيائي نعم أكيد بده يكون عندك أكل خاص خاص نوعية أكل خصوصي تمرين وبدو يكون عندك مساجات مثل ما حكينا وبدك أنت من هلأ لفترة جمعة يعني الأرقام طبيعيتك ما تكون عالية بتصير بتشير رفعات يعني 80% من قوتك بدك تحط ما بتستعملها خلال التمرين ما بتستعمل قوتك كاملة؟ هلأ لأ خلاص كان قبل ايه هلأ لتضل جسمك ما يطعب هلأ لأ حتى ما يصير في عندك تمسزو يصير عندك مشكلة يعني بتحط كل الأفورت بالجنزين لما بتروح بتلعب إن شاء الله وأنا بإذن الله يعني اسمي معروف باللعبة وبدومين الماسترس بطولات العالم يعني إذا مش أول يا تاني يا تالت بطل عالم وحتى بستارت ليست يعني هلأ أنا رايح ألعب معي 15 واحد أصطوط على الويب سايت 15 دولة يعني أنا رايح نافذ 15 دولة بطولة العالم للماسترس خدر هالمشاركات ومتل ما قلت لو ما جبت المرتبة الأولى بس حكما تاني تالتي مش أكتر إذا متعورنا اللي بيجي من الله يا محلة فشرف المشاركة هي حلوة الخبرة اللي بتاخدها من هالناس من هالأبطال العالميين وجودك ببطولات عالمية هذه الحالة بفتكر شي مهم كتير صدقني لك هي بتصير مثل شغف للإنسان لا لا بيقول لك مثلا أنت لابسا بعدك بهالعمر وعم تلعب وتروح وشو جايك مثلا لا أنا بحس هذه رسالة من أنا والصغير بحس أنا هاي مسؤولية عكتافة أن أحمل العالم اللبناني وأربع حفوز ونشيد الوطن اللبناني يطلع وجيب مدليات اللبنان هايدي شغف عندي أنا كم دليل الدهبية عندك؟ بحدود التسعة دهب وخمسة فضة وثلاثة برونز بهم بهالمسيرة ممين يعني حلوين مية بالمية مع ألقاب يعني تسع دهبيات والألقاب عالمية كم لقب عالمي عندك؟ تسع مدليات يعني تسع ألقاب من بين كاس عالم بطولة عالم ألعاب ماسترس كمان شو الخبرة اللي بتحصدها خدر بمجرد مشاركتك بهايك مباريات عالمية عم بتصير بدول العالم شو بتاخد؟ شو بتكتسب؟ أول شي بتشوف العالم برا كيف عم تهتم بالرياضة نحن بلش نشوف صور على كل حال اللي احنا وعم نتحدث والرياضة شوف قدق له أهمية ببلاد برا يعني هو بكون متفرغ للاعبة الرياضة نقول مثلا اللعبة رفل أسكال بيتفرغ اللعب للاعبة رفل أسكال وبيعطي قدمة فيه بتكون هي متل شغله يعني بتسترزق منه أما بالنسبة لأنه هون نحن بدو يكون عندك شغلك بدو يكون عندك أولادك بدو يكون عندك مسؤوليات فوق راسك وبعدها نتلعب لعبة طرف الأسكال كأنها هواية يعني الفرق كتير كبير شاسع بيننا وبين الدول الأجنبية اللي هي عم بتشارك ببطولات صدق إن كتير فيه اهتمام بالمنتخبات اللي بتروح بتشارك ما بيروح واحد بروح مثلا عشرة وعشرين واحد ومدربين وكذا عادة البعثة 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 الدولة من كم شخص بتكون ومين بيكون معه طبيب معالج نفسي معالج فيزيائي إداريي هم تدلعنا كتير استاذ اندريا هم تدلعنا كتير انتو مين بيروح معاكم صدقنا نحنا يعني إذا منقدر نروح مثلا أكتر شي من نحب يعني مثلا اللاعبين يروحوا المدربين وكذا نحنا صارنا ماسترز يعني نحنا مثلا نقف حد بعض يعني مثلا في عنا اللاعب اسمه عدنان مرفوصي بطل عالمي هو قبل بيلعب أنا بوقف حده وتاني نهار بجعه بوقف حده صار عنا يعني بس اللي حكيته انت هو الأساس هيك 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 هايك لازم يكون بعتوك دعم معنوي حكيم في الزياء عندك لأنه نحنا البطولة بتصير كيف فنية هي في عندك فيه شي مثلا بفوتك بالرفعات وفي عندك مدرب تاني هو يلعب بالتكنيك كيف ودي فوتلك على التابلو وشو بيطلب لك وكذا يعني عمشوف صورة كمية انت وصغير كمان مقطعت صورة انت وصغيت من انت ودي ببلشت كان عمرك 11 سنة وكنت تاخد بطلات من هداك الوقت 11 سنة بعمري وهيك وبلشت حطم رقام لبنان وهيك واتطورت فيها للعب كم مرة محطم رقام القياسي اللبنانية هلا بعضه باسمي الهلا اه انا بغير عمر هلا مثلا تحت 30 بعده باسمي الرقام انا بتميز بالويت ليفتنج هي عندك حركتين عندك سنتش وكلين انجور انا بتميز بالسنتش والحمد الله لما بلعب المباراة بركز على سنتش اكتر لأسبق اللعيب اللي عم بلعب معي انت بالاضافة لكل هول عم نحكي عنهم بطل لبناني عالم اولمبي عندك بطولات محلية وعالمية انت كمان امين سر جمعية قلب العطاء يعني استغلات شهرتك الرياضي او المعارف تبعك رياضيين بانك عم تسهم كمان بجمعية قلب العطاء هجمعية الانسانية واللي ممكن بتهتم لشؤون دعم المرأة اكتر نعم اي لا بالعكس انه هيدا انا من منطلق من منطلق اللي انا فيه بحب مثلا انه عندي اندفاع ساعد العالم واقف حد الناس حل المشاكل وهيكي فحبت انضم هاي الجمعية برئاسة الاستاذي رأيفة الدعو والحمد الله بعدها بطور التأسيس كان من فترة عنا مهرجان للجيش اللبنان عمل نابع عليه تكريم للجيش وماشي حالنا معه الحمد الله وكمان اذا بدك مؤخرا لايف كوتش كمان درسناها وكذا وهاكي بطلع سكتشات وهاكي على تيكتوك اه ناشط على تيكتوك على كل السوشال ميديا متفاتش وما متفاتش يعملوا لي فولو اصبروا عليكم اه قديش عم تستعمل السوشال ميديا تقدم محتوى مرتب يعني عم نشوف على السوشال ميديا اصص بلاوي بينه وبينه بالمين بالمين انت كونك من ورا خبرتك ورا العنوين او الالقاب تبعك بطل رياضي او بجمعية انسانية عم تستعمل عم تسخر هالقصص بطريقة ايجابية ضمن المحتوى اللي عم تقدموا على السوشال ميديا اول شي السوشال ميديا يعني لغة العصر فانت كانسان انت بتحدد نفسك شو بدك تكون بالمجتمع انت المحتوى اللي بتقدمه للناس هو اللي بيحكي عن ذاتك فلما انت بتقدم شي حلو او شي تفيد في المجتمع الكل اللي بيتبعك وبيعمل لك فولو لقلك ان كان رياضي بيشوفوك هلا انا يعني مسأل فضل الله يعني مسأل اعلى لولادي انا عندي بنت اسمه دينا عليوان ويحيى عليوان ابنه فشايفين حالهم فيه قد الدنيا اليه مثلا بابا بطل بابا موظف المدليست بابا بجمعية بابا هيك يعني انو بيشوفو خصوصا حد عائلتك حد وولادك حد مجتمعك اللي انت عايش فيه فانت بتكون الايدل طبعا يعني يعني عم تعطي مثال حلو لولادك ومثال حلو للجيل الجاي يعني الطالع وعم تكون مثال حلو وصالح الحمد لله وهيدي شغالي عن جد حلوة وضرورية ولازمة يعني الرياضة انت قدر بتسخر الرياضة لقصص ايجابية بالحياة مية بالمية لك الصراحة هلو مثلا بيقولولي مثلا شوف هاتك الرياضة مثلا برا بالرياضة برا بيأمن حياته بيعيش مالك ما بيعمل شي يعني يعني مثلا بعمري مثلا وعم بيلعب بطولات عالم كل السن مثلا بيعمل له دكة يعني وهذا انه هايدي هايدي الرياضة انا ربيت عليها وهي فتحت لي مجالات الصراحة الرياضة وصلتني يعني الانسان قد ما تكون انت موظف متقدم بوظيفتك وشاطر بشغلك وكذا اما الرياضة بتفتح لك مجالات علاقات عامة مجالات سياسية بتعرفك عالناس لانه انت عم تروح لما تمثل لبنان انت عم ترفع لبنان كله بين ايديك نعم انت عم ترفع الارزة بين ايديك يعني مسؤولية كتير كبيرة عليك وخصوصا لما تربح الكل من كل الطواف من كل الدنيا بتحبك وبتصير بتشوف حالة فيك الناس بيستقبلوك عالمطار يفتحوا لك سالون الشرف سالون الشرف لا السراحة ها globalization يعني Senateji لو كنتم شارك بطولة ملكة جميل بطولة.: ما عم نلاقي الناس طبعا على راسي بص أنه إذا ما في الفرق الرياضة انه اعلم انه غادول حقه بتشökوا لا يجب ان أكون عندك واسطة بالمطار بس عجدا إنه ما فيق حظروف الرياضة و الأصباع الشباب numbering ما بيشكرك جايب لعب عالمي للبلد لا والله ما بشكرني عكل الحال بس نحنا بالنسبة للوزارة الرياضة لأنه نحنا فوق السن يعني وعملعب هول بيعتبرك أنت مثلا مثل البروفيشنال أوه ما باركي عم روح بلعب اسم سرلنك طيب كل هول بلبنان مش موجودين بغير بلدان بيستقبلوه بيودوه شوفير بيأخدو شوفير بيجيبو حدا يعني فيها الاهتمام ما بيشتغل شي تاني بعيش معزز مكرم ولا رياضة طيب عم تشاركوا بها الرياضات وأغلب القصص عحسابكن أو إذا فيه سبونسورز أو شي شو بتربحه فيه ربح مادة أو معنوي فقط لا والله هو الربح كله ربح مادة من ربح صريح ربح معنوي ما فيه الجواز دي بتاخدوها شو بتاخدوه تربح أنت مثلا الميدالية بيقولولك مثلا المرتب الأول ميدالية ذهبية لا أكتر أولا وتسجل اسمك يا بطل عالم هاي دي بس مش شوطل التنس مثلا الماسترس أناس بيطلع لك فيه مبالغ مرهومة فيه كذا هلأ هي مثل كيف بدي أقول لك مثلا مش مش انت رايش ليه طب ليه حقك تربح مش مش شان المادة بس حقك تربح بده يكون حدا مهتم مثلا هون بلبنان إنه والله هيدا الإنسان عم بيلعب أنا أو غير مش شباب إنه والله تعال نقف حدهم تعال نكرمهم تعال نشوف شو بدهم لا يضلوا مستمرين حتى بالمطولات العالمية ما فيه جوائز مادية خارج لبنان ما فيه جوائز مادية إنه لحتى مش بس مشاني أنا أو مشان سحق مشان الجيل اللي جاي بعدي مثلا لحتى يقدر يلعب هالرياضة ويحبها أو يتحمس مثلا إنه يكون يرفع عالم لبنان ويتقدم بالحياة الرياضية نعم يعني عجاد أوقات شي بيحزن بيزعل بالفعل يعني المفروض تكون مدعوم مفروض تكون مرتاح متتحضر لبطولة متما قلنا بخمسة أيلول بطولة عالم بطولة عالم لتكون أنت هلأ متفرغ للتمرين للرياحة صحيح أنت عندك تمرين وعندك شغلك وعندك شغلك ساعة ستة بدي أكون بالمطار أنا بالمدليس الحمد لله مرتاح بالشغلة وكل شي بس أنه بتعرف أنه مثل ما عم تقول مثلا بدأك تكون متفرغ لما يكون في بطولة بتعمل تمرين الصباح تمرين بعض الظهر بتكون عندك معسكر كيف الفطور مثلا مع المعسكر تدريبي خلاص بتنزوي عن العالم إذا أولادك خدر حبوا يكونوا رياضيين بتشجعوهم أو بتقولوا لأ روحوا عملوا تخصصوا تخصصوا معي ورجعوا روحوا رياضة لأعملوا تعميكم خبز عندي يحيى أنا وعندي دينا يحيى أكبر من دينا بخمس سنين فيحيى ملعب رياضة بس اتنينات ونتعلموا الحمد الله وإي تي كمان درسوا وتخرجوا من الأيو أستي عملوا أما إي أس مانيج من تنفرميشن سيستم ودينا هلا بعدها مخرجة أما الشاب ما راح عدمين الرياضة اشتغل بالأطفائية بس بالمعلوماتية ودينا هلا تخرجت البنت هي اللي لعبت الرياضة مثله اه بنت أخذ ويرت الرياضة شاركة بطولات وهيك بس مش ويت لفتنج لعبة باور لفتنج تختلف هاي عن الويت لفتنج الداد لفت يعني وهيك بس والقصص وعم تحقق بطولات هي بعد ما عم تروح هلأ كانت مركزة على درسة أكتر وهلأ بلشت نو نو هي وعم بالجامعة وهكي عم تلعب على اللعب ما بعرف شو حيصير هلأ ما عم تشجعها أكيد 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 بحمسها وبشجعها وكذا في حطولي صورة أنا بطول العلم بطولندا بالألفين وثلاثة وعشرين عمل هيك الحركة قبل ما فوت عليه للبار بحطها بعمل هيك وجابوا له صورة لأقلها هي قبل ما تفوت على البار نفس الشي نفس الحركة يعني بنت سربي ما بعرف يعني أداء أداء ممكن ما بعرف النجاحات والإنجازات والميدليات الدهبية شو بيعطوك شو بيخلوك تحس والله لك كأنه تعبك الحمد لله الحمد لله بدون شوفة حال بدون يعني بس أنا بفتخر بالشي اللي عم بعمله وإن شاء الله بيكون الاسمي ضل موجود للجيل اللي بعد ويكون أنا يعني شي منيح بلبنان وشوف الجيل اللي وراي شوف مثلا أنا شو عملت هذا الشي أنا اللي بتمحله خدر على وين أهمية توجه الشباب للرياضة نعم عن شو أداء أهميتها وعن شو بتوجههم بتوجههم وعن شو بتبعدهم وعن شو بتبعدهم ولوين بتوجههم ولا لأ أنا بدي أقول للشباب كله ياتهم أنه رياضة هي أساس الحياة صدقني بس تلعب رياضة وتضلق أنت رياضة بيبعد عنك السكر بيبعد عنك الضغط بيبعد عنك السترس بتعني كل شي الرياضة هي مثل غير تغذية طبعة جسم والعضاء تغذية للروح مية يعني إذا أنت ما يكون عندك سترس وزعلان ومدايق تروح على الجيم مثلا بتلعب رياضة بتطلع عرقان ومبسوط كل تصير فرشي مية مية فأنا هيك كل الشباب مفروض بتبعدهم عن كتير إشياء عاطلة ممكن تصادفهم بالحياة عن الإدمان عن المخدرات عن أي شي مثلا عاطل حتى حتى إذا بالرياضة حتى إذا بدون ياخدوا سبليمت أو شي إيدوي مثلا فيتامينات كمان أنه يبعدوا عن قصة الدراجز والسترويد لأنه هي تنهيلهم حياتهم رياضية مية بالمية يعني إن شاء الله تكون مثال حياة مش بس لعائلتك لك تار من عمر صغير بلش ومناضل وحاطة هدف لإلك خلال نرجع نوياك نذكر بالمباريات اللي عم تستعدل حاليا لتسافر وتنافس ببطولة العالم للمسترز رفا الأثقار نجع نذكر فيها بطولة العالم بدأت تصير بتبلش بخمسة أيلون بدأت تصير بروغا نيامي في اللند نعم ونحنا طالعين شباب أو ست شباب راحين نمثل لبنان إن شاء الله وهي منافسة حتكون كتير قوية الصراحة لأنه بيبين عندك اللاعبين اللي بي لعبوا معك ستار تليست مثلا المجموعات من هنه من البلدان اللي مشاركين من كل الدول من كل الدول يعني أمريكا روسيا بلغاريا يونان كل العالم كل دول العالم بس أنا معي مثلا 15 منافس هو اللي بدي لعب أنا وي بدي لعب معهم هلا فيه لعب من باناما مين بيخافك مين بيخافك أكثر واحد فيه بالعكس أني بيخافه صدقني أني بيخافه أنه بيقوله حتى بال2023 لما غيرت وزنه كان صاحبي معي يعني واي خضر واي أنه ليش غيرت وزنك منزلت لعبت معنا مثلا كنت مضطر أنا مثلا أنه نزل وزني فلنزلت لعب معهم أتحديهم يعني زعلوا أنه أنا حياخد من دربهم مثلا مركز أو شي أنه رقم صعب نحن بالبطولة مش بس أنا كمان الشباب اللي معي وإن شاء الله مش ميدالية واحدة ميجيب كزا ميدالية إن شاء الله يا رب لألك ولكل الشباب اللي رحي يكونوا بهذه البعثة منتمنين ممكن أن يتوفي الوزن يعني ده لازم يكون الوزن عم تحكي حكيتنا كتير عن الوزن وذكرت كتير الوزن نعم لازم يكون يعني مش لازم ينزل عن عن وزن تقلي معين وما لازم يطلع عن تقلي معين ده لازم يكون مثلا أنا كل شي فوق 73 كيلو للوحدة وثمانين هو اللي بيلعبوا مع بعضهم يعني إذا بكون وزنك 73 ونص تلعب ديرك بالوحدة وثمانين إذا 72 ونص تقش تنزع على غير مجموعة بهذا الوحدة وثمانين اللي أنا هلأ مشارك فيه فيه أعمار كمان مثلا M35 M40 كل هؤل أوزين للأعمار والبطولة مش بس الرجال بطولة عالم للنساء أو للرجال مثل ما نحن مثلا الشباب عم نلعب كمان ميلي تاني في بلاتفورب عم بيلعبوا البنات بنفس الأعمار كان في أخذ الضجة لعبة جزائرية هلأ العب الأولمبية إن شاء الله منتمنى لها تفوز متحولة وعملوا لها ألف مشكلة بس أنا إن شاء الله منتمنى لها تفوز بالدهب بلأنه حرام يعطوها حق أو هيك إن شاء الله أي صح يعطيكم العافي البطل الرياضي لبناني العالم يخضر علي وين أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان حبيبي كير انبسطت فيك والله وبتشكركم على الاستضافة وهذا صوت لبنان صوتنا كلنا صوت كل لبنان صوت الحرية والكرام صوت لبنان اللي هيك بيتواجه للكل وبحب الكل وبستقبل الكل كل اللبنانيين خصوصا اللي عندهم قصص وشغلات ونجحات عم بقدموها رانا ناخد منك موابة لبعد الربح جالي بالدهبية وأحكيني أكيد أكيد رح نرجع نحكيك وبكل فخر وبكل فرح بطنية لك كل النجاح كتير لوجودك معنا لهوم نوصل لختم انترفيو عبر هو صوت لبنان مني أنا عودري داغر واكل فريق العمل قطيب الأمنيات حتى نلتقى من جديد انطلق خير اشتركوا في القناة